أعلنت إدارة قضاء فلوجة في محافظة الأنبار البدء بمعالجة مخلفات تنظيم داعش في آخر منطقتين من مدينة الفلوجة وقال قائم مقام الفلوجة عيسى الساير إن قطاعات الفرقة الرابعة عشرة وقيادة عمليات شرق الأنبار وقوات الشرطة بدأت بمعالجة مخلفات تنظيم داعش وتأمين منطقتين الشهداء الأولى والثانية جنوب الفلوجة مضيفا أن رفع مخلفات التنظيم من المنطقتين سيجعل مدينة الفلوجة مؤمنة بالكامل تمهيدا لإعادة النازحين إلى مناطقهم خلال وقت قصير